بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و به نستعين و صلاة و سلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد عليه و على آله أفضل الصلاة و تم التسليم أما بعد السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أهلا و مرحبا بكم في درسنا لهذا اليوم في مادة القرآن الكريم و الدراسات الإسلامية أسعد و أتشرف بأن أتواجد من خلاله معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر للحديث بإذن الله تعالى عن بعض المهارات في مادة القرآن الكريم و الدراسات الإسلامية بإذن الله تعالى سيكون حديثنا موجه للصف الثاني التأهيل و عنوان درسنا لهذا اليوم الحج و العمرة و شروط وجوبهما الجزء الثاني الجزء الثاني في هذا الدرس و لكن في البداية لدينا تعليمات هامة أولا اختيار المكان المناسب للتعلم ثانيا أجهز كتابي و أدواتي المدرسية ثالثا أتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له إذن من المهم جدا يا أبطال أن أختار المكان المناسب للتعلم بعيد عن كل شيء يشغلني ألعاب أيباد تلفاز و أن يكون الكتاب بجانبي و القلم كذلك و في الأخير مهم أن نستمر بالتركيز في هذا الدرس و متابعة المشاهدة حتى الوصول إلى نهاية هذا الدرس يا أبطال اتفقنا؟ اتفقنا إذن لنبدأ على بركة الله أتأكد أن الكتاب الذي لديه هو كتاب الطالب و الأنشطة لمعاهد و برامج التربية الفكرية صف الثاني التأهيلي الدرس الثالث الحج و العمرة و شروط وجوبهما بإمكاني تصوير هذا الرابط و سيتوجه به مباشرة إلى رابط الدرس الرقمي عبر تصوير هذا البر كود في كاميرا الجوال الهدف العام أن يتعرف الطالب و الطالبة على الحج و العمرة و شروط وجوبهما الأهداف التدريسية لدينا أن يفهم الطالب و الطالبة معنى الحج و العمرة بشكل صحيح أن يحفظ الطالب والطالبة أن الحج ركن من أركان الإسلام بشكل صحيح أن يتعرف الطالب على فضل الحج والعمرة بشكل صحيح إذن تحدثنا يا أبطال في درسنا السابق عن الحج والعمرة وبينا أنهما قصد مكة المكرمة لأداء الحج هو قصد مكة المكرمة لأداء مناسك مخصوصة ولكن أشرنا على نقطة مهمة في أنه في وقت معين هذا الحج أما العمرة هو قصد مكة المكرمة لأداء مناسك مخصوصة في أي وقت وأنهما واجبان في العمر مرة واحدة واجبان في العمر مرة واحدة إذن لنكمل بقية أركان وعناصر هذا الدرس ومنها الدليل وصلنا إلى الدليل إذن يا أبطال من المهم جدا أن نتذكر أنهما واجبان في العمر مرة واحدة إذا توفرت الشروط إذا توفرت شروط الوجوب أن يكون الحج أو العمرة واجب عليه الدليل على ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إذن نلاحظ في هذا الحديث الذي تعلمناه جميعا وهو أركان الإسلام آخرها واضح يا أبطال وهو الذي يتكلم عن درسنا لهذا اليوم هو حج البيت حج البيت هو الدليل على أن الحج من أركان من أركان الإسلام وأنه يجب على كل مسلم اجتمعت يعني يستطيع على شروط الوجوب اجتمعت فيه أن يؤدي هذه الفريضة فريضة الحج الدليل على ذلك هذا الحديث الذي نعرفه جميعا تعلمناه وهو أركان الإسلام يعني أهم شيء في الإسلام عندي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا في هذا الحديث حج البيت حج البيت نتذكر هذا الحديث دائما نقرأ هذا الحديث نتعلمه فيه حج البيت هذا حج البيت يدل على أنه واجب على كل مسلم يعني الشروط اكتملت فيه أن يؤدي أن يؤدي ماذا؟ أن يؤدي فريضة الحج العمر كذلك يا أبطال ذكرنا أنها مثل الحج هي واجبة في العمر مرة واحدة إذا توفرت الشروط الدليل عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة الحج والعمرة إذن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام إن كان عليهن جهاد أنه يؤمر النساء يخرج فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وهو الحج والعمرة لأنه صعب وبيّن من خلاله أن العمرة نعم واجبة من خلال هذا الحديث لماذا نقول هذا الحديث يدل على وجوب العمرة؟ لأنه دل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليهم الحج والعمرة فقرن الحج والعمرة مع بعض وكلها واجبة لأن الحج واجب وكذلك العمرة تكون واجبة فهذا بيّن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة على وجوب العمرة مكانة الحج والعمرة الحج أحد أركان الإسلام وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة هي حجة الوداع إذن مكانة الحج والعمرة مكانة الحج يدل على أهميتها أنها ركن من أركان الإسلام يعني يجب لكي يكون الشخص كامل وإسلامه كامل أن يحج بيت الله الحرام لأن الركن هي الأشياء يعني لو كان عندك أي شيء تبغى تخليه لو تبني حتى بالألعاب لو أحد يلعب بعض الألعاب التركيب لازم يكون فيه زي الأعمدة مع الجم حتى يقوم هذا البناء فالركن يجب لكي يكون الإسلام كاملا أن أؤدي جميع هذه الأركان فهذا يدل على أهمية ومكانة الحج وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة وهي حجة الوداع فضل الحج والعمرة النص عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه الفضل هنا لدينا تكفير الذنوب نلاحظة ابطال فيه هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دلنا على أنه من حج فلم يرفث ولم يفسق يعني ما جاد الأحد ولا سوى أخطى في هذا الحج رجع كيوم ولدته أمه يعني الخطايا ما يكون عليه أي ذنب أو أي معصية إذا أقام الحج عند عمل فريضة الحج لا يكون عليه ذنوب يجع كيوم ولدته أمه يعني ما عليه أي ذنب صفحة بيضاء من الذنوب لا توجد عليه ذنوب إذا أدى الحج ولم يرفث ولم يفسق يعني لم يعمل أي خطأ فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى لمن يؤدي الحج والعمرة لا الحج أما فضل العمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة هنا فضل عظيم الأجر العظيم في الآخرة إذن العمرة ذل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن العمرة إلى العمرة تكفر فيما بينهما والحج المبرور يعني الحج المقبول الذي عامله الشخص وابتعد عن كل ما نهى الله عنه ليس له جزاء إلا الجنة يعني لك الأجر والفضل والثواب من الله سبحانه وتعالى إذا عملت هذه الأعمال الآن لنتأكد ونقوم بحل الأنشطة أو نشاهد بعض الكلمات التي تدربنا عليها معنى كلمة العمرة أشرنا إليها في البداية وسنقوم تذكروا يا أبطال في حل هذا النشاط معنى كلمة العمرة هل هو يساوي تمرة أم زيارة البيت الحرام في أي وقت لأداء مناسك مخصوصة أحسنتم تدربنا عليها هي زيارة البيت الحرام في أي وقت لأداء مناسك مخصوصة تذكروا يا أبطال وسنقوم بحلها سويا إن شاء الله إذن تأكدوا يا أبطال ودائما نتدرب على هذه المعاني وسنقوم بحلها إن شاء الله تعالى سويا إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذا الدرس شكروا لكم أيها الأبطال على إنصاتكم و السماعكم سعدت بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر ألقاكم في دروس قادمة إن شاء الله تعالى حتى ذلكم والحين أستودعكم الله الذي لا تضيع و دائعه والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته